جدد رئيس الأمريكي باراك أوباما القول بأنه لا يتصور نهاية الحرب في سوريا مع الإبقاء على الرئيس بشار الأسد في السلطة وتأتي تصريحات أوباما بعد تصريح لوزير الخارجية روسي سر جالافراف دعا فيه الدول الغربية إلى الكف عن المطالبة برحيل الأسد والانخراط في مكافحة الجماعات الإرهابية نحن من نحارب داعش هكذا تقول روسيا وحلفاؤها فترد أمريكا وحلفاؤها بل نحن من نحارب داعش هذا التباعد بين التحالفين بشأن التنظيم الإرهابي يشهد تغييرا منذ أيام إذ بات البغداد يقرب بينهما لكن الأسد لا يزال يباعد بينهما هكذا يبدو المشهد منذ هجمات داعش الدموية التي أسقطت أكثر من 120 قتيلا في باريس يوم الجمعة الماضي فما إن حل الظلام على مدينة النور حتى خرج الدب الروسي ليعرب عن أمله في أن يعود الغرب إلى رجده ويدعو على لسان بوتين إلى جهد مشتركة حقيقية لمحاربة الشر القادم من أرض حليفه الأسد وما حولها أولند الجريح التقط دعوة بوتين مرحبا بل ورد عليها بالاتفاق مع بوتين هاتفيا على تنصيق الجهود بين الجيشين الروسي والفرنسي لمكافحة داعش الذي لم تفلح الطائرات الفرنسية ضمن التحالف الأمريكي حتى في حصر خطره داخل الشرق الأوسط على الضفة الأخرى من الأطلسي لم يغب بامع معزوفة التقرب من موسكو ففي تصريح نادر أثنى الرئيس الأمريكي على بوتين وصفا إياه بالشريك البناء في مفاوضات ذيينة بشأن النزاع السوري لكن لم يفت سيد البيت الأبيض أن يشترط على موسكو بقوله إنه لا يمكن القضاء على داعش إلا بعد بلوغ تسوية سياسية للأزمة السورية لا وجود فيها للأسد الذي تطالب واشطن وحلفاؤها برحيله ورغم قول أوباما إنه سينقش الأمر مع بوتين فإن وزير الخارجية الروسي رد سريعا بأنه يتعين على الغرب أن يسقط مطلبه برحيل الأسد إذا ما أراد حقا تشكيل تحالف دولي ضد داعش تبادل الشروط بين واشنطن وموسكو حول الأسد ربما يفسد لحظة الحجد ضد داعش لا سيما في ظل إصرار الحلفاء الخليجيين لواشنطن على رحيله لكن في السياسة كما الحرب تبرم الصفقات مهما بلغت الاختلافات وربما يمثل لقاء أولند مع كل من أوباما وبوتين على حدة في وقت لاحق من هذا الشهر خطوة كبيرة نحو صفقة واسعة يتوقع كثيرون أن تتجاوز حدود الشرق الأوسط فكر عبدين النهار اليوم دعا رئيس عبدالفتاح السيسي إلى تعزيز التعاون الأمني وتضافر المجتمع الدولي لدحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف كما أكد أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي نظرا لدقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في دول المنطقة جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذ استعرض السيسي الملفات الإقليمية وفي مقدمتها سبل تعزيز الأمن على الحدود الغربية إضافة لتطورات العمليات العسكرية في اليمن وسوريا وقد أكد الرئيس أن مصر ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها العرب وأشهد الرئيس بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في جميع ربوع مصر بالتعاون مع جهاز الشرطة وفي سياق متصل سعرض رئيس مع دكتور محمد سعيد العصار وزير الانتاج الحربي خطط الوزارة لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات واناقش الوزير تحديث وتطوير خطوط الانتاج والمنتجات بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية ومطالب القوات المسلحة كما عرض العصار خطة استغلال فائض الطاقة الانتاجية لتنفيذ مشروعات في مجالات البنية الأساسية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها